موسيقى أهلاً وسهلاً مشاهدي العزاء كل عام وأنتم بخير أهلاً ومرحبكم في لغاء جديد وحلقة خاصة سهرة خاصة مع محتوى محتوى في هذا المحتوى عندنا مجموعة من الأزاهر ومجموعة من الاشراغات سيكون ضيفنا الأساسي ومقنون محتوى دكتور عبدالله إبراهيم شمو أستاذ مساعد جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كلية الدراما والموسيقى ده المعروف للناس المعروف للناس هو في المحتوى في جو المحتوى أهلاً وسهلاً وكل عام وأنتم بخير وقبل ما نمشي لضيفنا في المحتوى نشوف المعانة في الأستوديو معانة دكتور عبدالله شمو ممكن ترحب بالناس أهلاً والمحب كل عام وأنتم بخير داخل وخاري الأستوديو الحبوة والمشاهدين سعيد جداً أطيل عبر هذه الشاشة القمرية هذه الشاشة الصباحية شاشة الشروك ويا ربي نكون قدر المحتوى وما يمكن أن ينعكس بكل الهاز المحتوى إن شاء الله أكيد أكيد إن شاء الله معانا برضو في هذه السهرة أنا هأبدأ بأزغر ومعانا سوبر مصطفى ممكن تعرفنا بنفسك يا مصطفى أهلاً سهلاً أنا مصطفى مصطفى حافز محمد علي كل عام وأنتم بخير وكل سنويتوا طيبين أهلاً وسهلاً ده واحدة من العناصر المحتوى وأزاهر المحتوى نمشي لمحتوى آخر معانا واحدة برضو من مجموعة المحتوى تعرف نفسها المغنية ومشاعر كل سنويتوا طيبين وأخلني الشعب السوداني وأقول لي وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله أكون قفيفة تزيل عليكم معانا برضو في الاستوديو العازف الساكس الغدير عبد الحليب أحني الناس وكلم بسم الله الرحمن الرحيم أحني أول حاجة تيم العامل بغناة الشروع وأحني الأهل بعيد الفطرة المبارك وأتمنى أن أكون ضيف أو جزء من المحتوى بتاع دكتور عبد الله تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمجهودات وحياته مشاهدي لكارم في محتوى وقبل ما نمشي لتفاصيل المحتوى بدلينك دكتور عبد الله توري دكتور عبد الله إبراهيم دكتور عبد الله إبراهيم عبد الله صالح من كسلا من كسلا دل إنه تورينا إنه شمه ارتباط عبد الله إبراهيم عبد الله محمد صالح الجاضي كسلاوي الأصل والمنشأ من أم كسلاوية وأب كسلاوي درست كل مراحل تغريبا بالمدينة التي أعشقها بعشق الأبدي كسلا وتعلمت فيها كل أصول الحياة ووصول الجمال بدءا من الرسم بالطين والكتاب على الجيدرام بالفحم والرسم بالفحم وصناعة أول آلة موسيقية عملها بنفسي يعني آلة ربابة وأول زنبار عملتها برضو بنفسي من الكسب وغيره وحسس الفنون الجميلة بمدرشة كسلا السانوية بنين وذلك الأستاذ الذي لا أدخل اسمه الآن وهو يعلمنا الرسم بالألوان والريشة والقلم وغلب الرصاص والوان الباستيل والوان الفحم المهم مسيرة طويلة هذه المسيرة بعشقي وهذا الجمال الدافق من مدينة كسلا أعتقد أنه هو المصدر الأول والأخير لكل ملهمات ومستلهمات عبدالله شمو في النواحة البداية كان ممكن أتجه اتجاهات غير فنية ماشية في اتجاهات الدراسة التخصصية في المجال اللي هي علاقة بالتخصص العلمي أنا أساساً زول علمي بحب المواد الزهنية شديدة جداً الرياطية الكيمية الفيزيئي إلى خيره فكان ممكن أكون طبيب لكن شاءت الظروف أنه أكون فنان موسيغي ورسام وكاتب ومجموعة طحناصر أتمنى أنه إن شاء الله يا رب نقدر نوفق في أنه نقدم أطروحاتنا ديها اللي هي نتائج خبرة طويلة امتدت من الطفولة وحتى الآن الناس بتعرف كثير أنه أستاذ عبدالله شمو هو أستاذ موسيقار وملحن ومؤدي فيه جوانب كثيرة الناس لا تعرف عن الدكتور عبدالله شمو ويمكن أنت تستعي سوقتها في حتة الجانب العلمي والأكاديمي إن كنت خدت تنسيغية الكليات إن كنت على كلية الطب لكن أنت شقيت طريق مختلف من الآخرين ما مشيت على كلية الطب مشيت قبل ما تخش دراستك عملت كم حاجات عملية وطلحت بره وجيت يعني دي لي واحدة من رحلة عبدالله بيقول الإنسان هو أنا والإنسان ابني تجاربه والإنسان ابني معرفته وعلمه أنا طلحت من السودان عمرتي 19 سنة ركبت أول طيارة وخاركت من السودان ومشيت صفت العالم وديت راجع وبحمل كثير جدا من التساؤلات عن المغارنة بين هنا وهناك ليه هنا وهنا ما فيه هنا فيه هنا ما فيه هذه الأسئلة غادت لأنه أنا أجوم أحاول أبلوير فكريه وأبلوير اتجاهاتي اللي دري فيه إنه أنا فيه وقت ما لو كانت فيه ناس سموني تنجع بيفتكروا إنه أنا متنجع أنا ما عنده وقت لسان أقوى فيه جهوة ولا فيه شارع أنا دايما بكون شغال زول مطلع زول مطلع زول مطلع المهم أنا مش شاغل نفسي فاتخيل إنه عبدالله شمو لما الجهوي كانت فاطحة ما جاعد فيه جهوة أنا ما بعرف العبد كتشينة ما لقيتك كتشينة ويس؟ في حقيقة كانت بعملوا لناس أنا ما شويتها لأنه كنت حاس بإنه أنا عندي مسار آخر أنا إلى حد ما قد أكون العياز بالله من أنا بتجريت أقول علي وحدوي يعني بصديق نفسي أكتر من الآخرين في اتجاهاتي وميولي اللي في مرات كثير الناس بنشوفها فارغة في الناس بنشوفها فارغة يعني الوحدة إنك إنت نسيج وحدك يعني أنا أقدر أقول إنه دكتور عبدالله شمو هو نسيج وحده نسيج وحدك ده ما خلاك إنك إنت الوحدة تقوقعتها وانقفلت على ذاتك لا بل بالعكس إنت تطورت ونميت من مواهبك ونميت من طموحاتك واحدة من أهدافك إنك إنت تكون في صورة معينة نعم وإنت استفدت من جانبك العلمي في دراساتك العلمية والبحثية استفدت منها في تطوير الموسيغة التقنيات الموسيغة نعم وده بحر طويل وبحر كبير جدا إنه في تغنيات الموسيغة اللي استخدمها دكتور عبدالله شمو وإنه بيديها لتلاميجه ولطلابه نعم أنا أفاجئ وقولك إنه أنا درست الحاسوب في بيروت لبنان سنة التسعين ودفعت في الكورسي ده أربع الف وخمسونة دولار من جيبي الخاص نعم سنة التسعين أنا مشيت بيروت لما كان مكتب طهيران الشرق الأوسط في شرعة جمهورية هنا جنب تقاطع المصري مع الجمهورية جنب بنك الخرطوم وكان بتاخد منهم تذكرة شهرية بخمسة ألف جنيه لمدة عام فمشيت بيروت سوف تنجر أزعتها وفي بيروت أنا عملت حيتيين مهمات جدا في حياتيها وثلاثة أشياء الأولى إنه أنا عملت كورس بتاع سينما الثاني عملت كورس بتاع حاسوب متقدم ورجحت بيروت ثاني سنة ألفين عشان أطور المفاهيم ده عملت حاجة في تلفزيون LBC في أدمى اللي هي كان عند علاقة بالرسوم المتحركة والإخراج الموسيغي ودرست في أمريكا عن بعد في جامعة بيركلي الإنتاج الموسيغي بما في الإخراج الموسيغي وتغنيات الإخراج الموسيغي كلها دي وصلتني لمنتوج إن شاء الله من خلال هذه الحلقة نقدر نقدم فيه نمازي تقولين ما لن نكون خفير عن هذا ودي واحدة من المحتوى وإنت بدت به باكرا بسومة للأطفال نعم مع مصطفى كانت تجربة كبيرة في شغول بتاع أطفال وحنان النيل في شغول بتاع أطفال نعم الفكرة الجديدة حق والمحتوى الجديد حق سوبر مصطفى دارين تدينا فكرة عن سوبر مصطفى وإنت قبل ما تدينا الفكرة عن سوبر مصطفى يا مصطفى إنت كان حساسك شنو إنت بتأدي سوبر مصطفى كان شعوري جيد جدا كنت سعيد كنت بتليحن ليه أنا هنسوي الحياة عشان إنت دار تبقى شنو إنت دار تعمل الحياة سوبر مصطفى أصلا لما نكبر حتمنى عمل الحياة دي حتتمنى تعمل الحياة دي تبقى إنت سوبر مصطفى ولا الفكرة ورية ولا إنت دار تبقى أستاذ بتاع أكشن ممثل بتاع أكشن كبير أستاذ أكشن الله حقه يحقه يشوفه حي المصطفى نشوف واحدة من المحتوى دكتور عبدالله شومو ونشوف سوبر مصطفى السلام عليكم أنا مصطفى حافظ محمد علي هتشوفوني كثير في الفترة الجاية في مصطفى الخارق شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا كان ليصبح عقدري لا أ evaluated شكرا ملاحظة شكرا ترى شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى عدنا مشاهدة العزاء بعد ما شفنا سوفر مصطفى ويا ريد يا دكتور عبدالله تورينا التغنيات اللي اتعملت وتورينا الفكر كانت كيف وبتين نعم هي تغنية بسيطة جدا جدا متعلقة بمنتوجة اليوم من تغنيات اليوم اتعملت من خلال بعض البرامج السوفتوير في وديو تحاسوب بتغنية عالية شوية بحيث من يسمح بان يشتغل فيديو بمواصفات عالية بيصل لمرحلتن الديني اه منتوج بتاع صورة يصل لحد الفور كي ات كي ستاشر كي كأحدث تغنية من تغنيات الجودة بتاع الصورة اه المعروفة عالمين اه مصطفى حاليا شغال اللي هو بحيث يسمى ألتيمات اتش دي صورة فوق الاتش دي اعلى من الاتش دي اعلى من الفول اتش دي يعني اتش دي فول اتش دي التيمات للدريل الاعلى وبعدها بيجي لتو كي فور كي ات كي ستاشر كي ده وفق ما درسناه في امريكا لكن اه التغنيات اللي اشتغلناه مع مصطفى اشتغلنا بالالتماد في جودة الصورة اما التغنيات اللي استخدمناها في انو نعمل الخدع البصرية دي هي كيف وكانت مجموعة البرامج متكاملة بتطلع هذه التغنية اه لعله اهمها برنامج الهيت فيلم ومنستغل محيانا فوتوشوب فوتوشوب دي بالناس وبرنامج رفيع جدا في عمل كتير جدا من اشياء المهم هي عناصر متكاملة لانو احنا شغالين على صورة رياليستيك صورة حقيقية مصورة بفيديو ما صورة كرتونية مرسومة ولا صورة اه افتراضية لكن هي صورة حقيقية فكان لابد ان اتعامل من في البرامج بتاعة رياليستيك بشكل خاص جدا جدا لعله التجربة بتاعة مصطفى وهو مسلا في الفاترة الجدمتها دي انه هو بلعب بين النار اه كيف بلعب بالنار كيف ماسك النار في يد وكيف بين فوق النار من خشفه اعتقد انه دي فكرة ما صعبة لكن دايرة شوية شغل وده شوية قعد اذا الانسان قعد بيصل للغايات والغايات اماني والاماني جبال والجبال الانسان الصامت بيصل ان شاء الله اكيد اكيد الدار اقول انه من خلاص السوبر مصطفى انه دي يعني نحن عندنا الامكانيات عندنا العقليات العقلية الممكن تنفذ شغل ممتاز تنافس في الفضائيات للاطفال يعني افتكر انه دي فرصة سانحة للغنوات او الناس المهتمين بشغل الافتال انه يستفيدوا من التغنيات من الموجودة في عند محتوى في محتوى دكتور عبدالله شمو عبدالله شمو يعني بحر وكبير يعني وغريق يعني كل ما نعوم كل ما نلقى انه احنا دارين نشوف اكتر ونكتشف اكتر الساحة الان مليانة بالشباب والشابات المغنيين والمؤديين يعني في برامل كثيرة في الفضائيات انه بتهتم بالشباب وتهتم باغانيهم وتهتم بهنا انا عايز اسألك سؤالين يعني السؤال الاول اللي لأي مدى الاغاني المطروحة في الفضائيات هي بتمثل دفع قوية وبقدم التقديم فعلي للشباب قدمتوا اللي قدام طلعتهم من عبايات الحقيبة عبايات التقليد للفنانين تورينا تجاربك انت مع الشباب يعني عارفينك انت بازل نفسك للشباب تاخد بيدهم طيب الكلام ده كلام هو بيحمل في طياته اسلحة واسلحة خطيرة جدا لعله اهمها سلاحة الهوية في كثير جدا من المغنيين تغنوا هم سودانيين لما انت اسمع لغني ما بتعرفه سوداني الا لما يتكلم سوداني فكتب جديد كالية في انه هو بيخدم في قضية اخرين اي لا ما من العيب انك انت تغني كاريبي ولا تغني باسلوب بتاع روك اندرول ما عب لكن المحتوى المحتوى اللي بوري هويتك انت سوداني وينه الخطورة في انك اي من حقك انك تغني باب مارلي لكن هل خدمت السودان؟ هل خدمت هويتك؟ هل خدمت قضيتك؟ هل خدمت قضيتك؟ هل تكون انت مجلد؟ انا استفيد من الوعاء استفيد من الوعاء بتاع باب مارلي واقوف فيه عصيدة سودانية ده المفروض يحصل هذا التغييب غد يكون عدم وجود مؤسسات راعية ده شكل علمي ومؤسسي في فترة فاتت ولعله ينته كلنا بنشهد بانه في فترة من فترات في الحكومة الفاتت دي انه كان فيه جهل كبير جدا 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 بالشغل العلمي المبنى على المؤسسية وبالاستفادة من الخبراء والعلماء في البجانة فكان بيجيبه اي زول بخطه في اي حتة باي كيفية بيدير اي شي باي شي فدي كانت واحد من مشاكل السودان وتخلف السودان حقيقي انا بقولها عديل كده تخلف السودان في الثلاثة عقود الفاتتة اللي هو كان ممكن يغوض افريغيا فبيقى من غاد لا مشا اقتصاديا ولا مشا سغافيا ولا مشا سياسيا فدي كانت واحد من مشاكلنا الكبيرة جدا التخبط الكبير جدا اللي كان حاصل أولا بيطرح نفسه هل اليوم جاء الوقت لانه الناس تقود غيادة حقيقية وتطلح حوية البلد دي بحاجاتها كلها زي ما كوش والبحيرة بتاعة كوش وزي ما اسعار النوبة وانحنا خاتلنا في زيلة الغايمة في اي شي اللي ما نكون احنا اسعار اي شي والليلا بيشهدوا بينا في هذا القران الطبيع السوداني بموت قبل الانجليزي في البريطاني هو المتخصص الاول في وكل العرب بيشهدوا به وبيفاخروا بينه الذين ماتوا في المستشفيات البريطانية هم مسلمين هم عرب هذه اسئلة مهمة جدا سؤالك برجع له وانا حقيقة غد اكون شوية معرفة متحمس لكن بقول انه ما لما العلم يبقى سيد اي شي الحايم تستوي والعلم انتو اللي بتدفعوا به انتو اللي بتدفعوا بالحاجات المؤسسات اللي بتدفع به واسعة الدولة الراعية اللي فيها ناس بيديروا الدولة وهم عارفهم مع العلماء هم يعني هم اللي بيدفعوا بالمخططات هم اللي بيقدموا المشاريع في تنمية البشر قبل ما التنمية العمرانية يمكن انا دارا اقول في حتة انت بتاخد بيد المغنيين او الشباب وعنا نموذج في الستوديو معنا اخوتنا مشاعر مشاعر ادم مشاعر انت انا عرفت انك انت بديتي بدري ما بدري خالص يعني اشان ما نكبري شديد لكن بديتي بادا اخرين الى ان وقفتي علي اعتباد اعمالك الخاصة بالله بديت باعمال خاصة وعملت مع عدد شعر وملحنين ولحد ما وصلت حد درجة الدكتور عبدالله شمه وانا لي الشرف والتغدير والله بيتعامل معاي وان شاء الله هاوصل لي الكلمات والالحم بتاعتي ان شاء الله وتصلي كل الناس شاء الله لأي مدى حسيت باختلاف من الناس اللي انت عاملت معاهم واغانيك في الاول والان مع دكتور عبدالله شمه الاختلاف والله اختلاف كبير جدا يعني طبعا الفنان بيحس بحاجات ولما انتجوا حاجات اخرى بحس بحاجات اكتر يعني احساسي بالاغنيات الدانيلا الدكتور يعني احسي بزي الطير الطاير في السماء يعني انا سعيدة جدا شكرا يا احساس جيد والداني احساس وزافة كبير جدا يعني احساسي واضح واضح في اني كنتي ما قدر اتعبري عن مشاعرك ايا ايا مشاعر نحتدريني تدينا نموذج من اغانيك مع دكتور عبدالله وده واحدة من هالمحتوى طيب نقدم لكم مزهرة جميلة كلمات والحانه كلمات حس النوم والحان الدكتور ان شاء الله تعلم موسيقى 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 حبيبي زول حساس جاهل كلام الناس ده حبيبي زول حساس جاهل كلام الناس بيه القلوب والها باسم وحايز الكاس ده بيه القلوب والها باسم وحايز الكاس ملك الجزور والجوف فايض عفاف وحساس شال مني حس النوم خلاني مظهورة وشال مني حس النوم خلاني مظهورة بيه قلمي عشت اليوم ما زلت في خير خلاني مظهورة ومشاعر يعني كانت غاية الجمال في محتوى رائع وفعلا خلتني مظهورة في محتوى تاني لدكتور عبدالله برضو جانبا للناس اللي ما بتعريف دكتور عبدالله فيه وانه دكتور عبدالله مارس العمل الكتابي سوى كان صحفي او مؤلفات ثقافية دكتور عبدالله مارس العمل الاعلامي بإعداد وتقديمه لبرامج في إزاعة الغومية إزاعة اف ام مية إزاعة واد النيل ياريت لو تدينا لمحات صغيرة صغيرة أو وقفات صغيرة صغيرة من هذه البرامج طيب في جانب النشاط المجتمعي اللي هو بتعلق بين النشاط الكتابي والنشاط الإزاعي والنشاط التلفازي فيه ثلاثة مناشط حقيقية المناشط الأول كان فيما يعني الكتابة الصحفية والإعداد العداد الصفحة كاملة والمسائل السهم فيها لكن خلوني كده أذكر بالخير أستاذ نايس الحلو والله يديه الصحة والعافية ما عارفه حي ولا ميت ما عارفه الله والله ما عارفه اللي هو تطلعه كان حي ربنا يتولاه بكل الصحة والعافية وانتقل نساء الله يتغبلوا لكن أنا بحنيه بحني وسرط وبحني كل الناس المتابعين لهذه الحلقة هذا الرجل هو الذي اكتشفني في من كل المغالات بسيطة وصغيرة هو معاه أستاذنا الراحل أحمد الطيبزين العبدين وحسن العباد وأساد زاج الله كتيرين يعني كانوا في الأيام دي كي يكتبوا في الخرطوم مجلة الخرطوم وصغفة السودانية وكانوا يكتبوا في جديدة اسمها أعتقد أنه السودان الحديث كانوا فريق عمد وأخونا النبيل الغالي أنا ما عارفه برضو ما طولت منه جدا ما عارف خبر وش نوره هنيه وهني وسرطه برضو دي للناس اللي اكتشفوني حاجين جاء ما وقلوا لي مهمتين أنه أنا حرر صفحة في جريدة في جريدة أوراق حقا أخونا الدكتور الأستاذ كمال شريف الله يديه الصح والعافية هذا الرجل عمل جريدة اسمه أوراق ما استمرت كثير لأسباب سياسية كثيرة ضايقوه شديد أنه خلاه رجع الهجرة الغربة فحررت ليه صفحة كاملة كان كتبوا معي فيها من الأستاذ الأستاذ الراحل عبدالله أمين جو الله يرحمه والأستاذ عيسى محمد أحمد وك وأستاذ كثير أنا كنت بستكتبه منها لهذه الصفحة الأسبوعية بعدها تواصل عطائي في مجلة في كاتب مساهن مع الأستاذ ماجدة ماجدة حسن عندها صفحة بتحضرها كانت في أكتر من جريدة ولا مجلة فكانت بتستكتبني بديها المغالقة كان بتنشورها برضو كتبت في السودان الحديث لفترة طويلة وكتبت في مجلة الخرطوم مغالات سلسلة حاليا موضوع في السودابيديا اللي هي الموسوعة السودانية نازلة في الموسوعة السودانية وكتبت في كتير جدا من المجلات المحلية كتبت في الأمارات في الاتحاد الزبيانية فترة طويلة برضو لما كان عندهم مكتب في الخرطوم وكان عندهم مراسلين الصحافة كان عندهم مراسلين كذلك تعاملت ده في مجال الكتاب وعلامات كتير يدن في مجلات وصحف داخل وخارج السودان كذلك كتبت عديت وقدمت برامج إذاعية في F-100 إذا عطلبيت سوداني جدمت دهاليزة الجمال برامج تحليلي موسيغي استمر لتسعة سنوات بدأ من 2006 معابلة يترزاعة من الأسبوع على الأول يعني وكذلك في F-100 بعد نجاح هذا البرنامج والله قبل دهاليزة الجمال بدأت بالما يشترك برنامج تفاعل مباشر على الهواء من الساعة 4 ضيف بمتحدث وبدأ نفتح التلفونات ونتحدث حول غضايا الآن ثم بعد ذلك جاء برنامج دهاليزة الجمال وبرنامج خزانة النغم ومزازيك ده في F-100 في الإزاعة الهومية الأم كان عندي برنامج اسمه طبول وأذكار برنامج يتحدث عن الغناء والموسيغة الدينية في السودان بالتحليل والتوظيف والتفنيل المعلومة تطورت الفكرة وبدأت الشبكة التعاليزة عبر مشؤولين بالتطالب لبرامج للخارج السوداني في مجال التبادل الإعلامي المعمول به بين الدول العربية وبين العالم فعملت برنامج اسمه ملوك الطرب بالدثة كان من إزاعة وادي النيل سهر ميسائية وقرمت فيه من غبل الشبكة المصرية للإزاعات في مسبيرو عبر الأستاذة ما أذكر اسمها مصرية جات السودان هي مديرة الشبكة المصرية جابت معاها الدرع والدرع جايت في مكتب الشراكة بتاع إزاعة وادي النيل في الإزاعات والنيل عملت برنامج في تلفزيون السودان اسمه سر الخلود ده كان برنامج تبادل مع لها للنغم سهرة لها للنغم لأنه كان تكلفة سهرة لها للنغم عالية فطلبوا أنه نجيب أغني من اللغنيات المسجلة المشترة نحليلها تحليل علمي وده بطلب كان من السيد المدير البلية متابعته في برنامج التحليل في إزاعة البيت السوداني في برنامج برضو قدمته في واحد وتسعين اللي هي إزاعة تبنية الأزرق اسمه عودي ععود بس كان بتكلم عن العود وما يفعله العود يعي عودي عود فبرضو قدمته لدورة سجل تريم اتذكر والله فتحولين للستوديو سجل تريم الدورة هي كانت ستة أشهر سجل تريم حلقاتهم كلها في مرتين يعني وكان من أنجح البرامج برضو اللي هي إشادة كبيرة جدا المهم ده يجوز من الخبرات المتراكمة عبر الاعداد والتقديم وخليني بعدها من التوزيع من شغل الموسيقى أصلاً ده ده مجالي ده تخصوصي الرسل الأصلي بجانب تخصوصات تانية فرعية لكن بيدراسات علمية مع الموهيد يعني نحن سرحنا في المحتوى وزي إنه الزمن حيقوم يأخذنه نحن حيقوم نشيل نموذج مع المشاهدين نستمع لوحدة من المقطوعات الموسيقية للمستاذ عبد الله شموت اشتركوا في القناة 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 المتابعيننا والانضمولينا نسأل نرجع لدكتور عبد الله شموت وفي لو تسميلينا الإصدارات الأصدرتها كانت باسمك منها على معتقد ديوان غنيواتي نعم 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 طبعا صدرت لي مجموعة بتاعت خمسة كتب الكتب ديو صدرت في سنين متفرغة لكن أهم كتاب أنا أعتقد أنه في تاريخ حياتي هو كتاب صدر في ألمانيا من الفين وفي يوليو الفين وطمانتاشر وترجم في خمسة لغات وبيطلب من هذه الشركة اللي هي شركة بتاعت كتب أكاديمية اسمها جالدة فيرلاج ما بعرفه ما الله العظيم لكن اتصلوا بي تلفونيا وطلبوا هذا الكتاب وترجمته فعلا بالإنجليزي ورسلت لهم ورسلت لهم من نسخة العربية ومن نسخة الإنجليزية حاليا من المفرحات جدا أنه هذا الكتاب موجود في المكتب العالمي في هارفرد ويكتشب رغم دول عالمي ويوزع في الخمسة غارات وترجم في خمسة لغات عالمية ترجم بس للإنجليزية والألمانية والعربية والفرنسية والصينية ده ففر السودان هذا الكتاب صدر سنة 2007 2018 شهر 7 ولكن من وراه حكاية طويلة لعله التحكيم إن خير الكتاب ده حكموه ثلاث علماء في ثلاثة غارات واحد حكم اللغة الموسيقية واحد حكم اللغة الإنجليزية واحد حكم اللغة العربية واللي حكم اللغة الإنجليزية في بانكوك هو بريطاني أستاذ في جامعة في بانكوك والحكم اللغة العلمية الموسيقية أستاذ بروفيسور في أمريكا والحكم اللغة العربية عربي موجود في ألمانيا مجنس بجنسية ألمانية والحكمة الألمانية بتاع الشركة ذاته الألماني الأكاديمي التحكيم بالكتاب والعالمية حكية الكتاب خلينا أجوم أسألك سؤال صغيروني عن مشاركات دكتور عبدالله شمو في عالمياً في الاحتفاءات أو في المهريانات المخصصة في الموسيقى والغير في جانبين المشاركات جانب يتعلق بالمشاركة كموسيغي الثاني عنده علاقة بالأكاديميات لعله طبعاً الأكاديمية أهمة شاركت مشاركات موسيقية في أريتريا في نيجيريا بيطلب من السفارة النايجيرية وبيطلب من اتحاد عمال أريتريا برضو سافرت وشاركت شاركت هنا مع جاليات في الخرطوب هنا في احتفالات لكن الأهم من ده كله هو المشاركات العلمية أنا أعوض مؤسس للملتغى العلمي العربي الأول للموسيغة للفنون في أكاديمية الفنون بمصر وأنا أعوض مؤسس في الملتغى العلمي الدولي في أكاديمية الفنون برضو في مصر وبرضو مشاركة في وزارة الثغافة المصرية مدني حاجة كان اسمها الفن الأفريقي برضو ضموا المؤتمر بعقد سنوياً والسنة دي عقد أونلاين على الهواء يوم 9 أربع الفادة كدمنا البحوث على الهواء أونلاين لأن الأزمة العالمية من الجائحة حتى على كورونا منعتنا من السفر والالتقاء بهذه الشعوب الشعوب الدنيا تخيل أنك تلاقي 34 دولة في حتة واحدة أو 38 دولة في حتة واحدة حاجة مبخرة وحاجة جميلة ولما الواحد يروح على المؤتمرات دي ويعين لوضعها في الداخل يتأسى ويتباكى من داخله ويتحشى بتحشى من دولة نحن نتمنى أنه السودان يريع على الصدارة وتريع كل حياتنا الجميلة وفي وضعه الطبيعي السودان يريع على وضعه الطبيعي عندنا المحتوى بتاع دكتور عبدالله شمو لو يعني ما بكفينا في حلقة واحدة ولا بكفي في أنه نحن حاولنا نعبر عبور أو ناخد من كل نبع قطرة من المحتوى بتاع دكتور عبدالله شمو ناخد من دكتور عبدالله شمو ناخد نموذج آخر من مشاعر أول حاجة أنا بقول لكل الأمهات كل سنة وإنتوا طيبين حاغني لكم يوم التهاني وبهديه لأمي العزيزة الحجة زمزم اماتك بغنن فالعزل والزنين يا شام الأصيب صاحب العقل ورزين يوم التهاني فالرباه بنين يا زيت الحسن مبروض عليك الحدي نتلاقوا الجميع بفرحة ملمومين في شانحات فرح كن الفرح فرحين نرسم للأماني الحن في ليدين ولادان يا بنية وردة بين قلبين في زفت حلال جبوها يا سايرين في ساحة الفرح رقصت كمال وزين دخلت للقلوب وجهجهت حازين وكمل للجمال الكحل العينين تقوها الطبول وشد للوترين ده لو كانت بلدنا ده لو كانت بلدنا ده لو كانت بلدنا ورقصوا سامحين زغارتنا تبك تصحي للنايمين وشق السماء وترجع الغيبين ده لو كانت بلدنا وماتك بغنن بالعادل والزين يا شام الأصير صاحب العقل والزين في يوم التهاني من رفعه بنين يا سيد الحسن مبروك عليك حليل مبروك عليك مشاعر ومبروك علي كل التم جديد في أيام العيد ومبروك علينا نحن هذه السهرة الجميلة وهذا المحتوى الجميل كنا سعيدين وكنا مستنسين جدا وبنصابق في الزمن عشان أنه نحن نقدر نشيل كل المحتوى من دكتور عبدالله شمو لكن هو الزمن وعامل الزمن إلى جديد اللقاء في محتوى آخر وإلى جديد المنتغى مع تكملة محتوى دكتور عبدالله شمو لكم مني أطيب المنى وتحيات التيم العامل ومني جميل خليفة في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى